سؤال آخر فضل بسم الله الرحمن الرحيم نشكر فضيلة الشيخ على هذا البيان الموفق ونلجو من فضلته أن يبي لنا رأي الإسلام في من يخلط بين مظاهر قوة طبيعة والذات الإلهية ومن يزل فيؤله البشر وما هو الطريق إلى تبيين الذات الإلهية شكرا الطريق إلى تبيين الذات الإلهية ليس من وضع البشر لأن الذات الإلهية هي التي تعطي الفكرة عن نفسها إذا كان مجرد الإسم ليس للبشر أن يضعوه للذات بل الإسم أيضا توقيفي حتى لو قال الله في كتابه أنه يفعل فعلا من الأفعال فلا يباح لي أن أشتق من ذلك الفعل إسما لا فمثلا يقول ويمكرون ويمكر الله إذا قال ويمكر الله أيصح أن أقول الله ماكر مع أن الحدث نسبه هو لنفسه يخادعون الله وهو خادعهم أيصح أن أقول الله مخادع فإذا كان لا يباح لي أن أطلق على الله لفظا أطلق الله فعل ذلك اللفظ لذاته يبقى من باب أولى أن لا أتدخل في أصل الزات لأنني منعت من اسم الزات فإذا كنت منعت من اسم الزات ولا رأي لي فيه يبقى ذات الزات يجب أن لا يكون لي رأي فيها أبدا فالذات هي التي تعلن عن نفسها اسما ومسمى وصفا ويكفي أن توجد في إطار ليس كمثله شيئا لماذا ليس كمثله شيئا لأنه ما دام الحق قد أخذ وضع الألوهية ووضع الربوبية والكل مربوب له فيجب أن يكون متميزا عن هذه الأشياء لأنه لو كان في خلقه مثل لا لأحطنا بالله والإحاطة بالله قدرة للعقل عليه أنا إذا أتيت بتمرين هندسة وطرحته على طلاب فالذي يقبل على حله يقال قدر عقله وفكره على التمرين فلو أنني استطعت أن أتصور الله على وفق شيء متصور في البشر أكون قد قدرت على الله ويصبح الله مقدورا عليه والقادر لا ينقلب مقدورا عليه أبدا ومن عظمته أنه لا يدرك إذا كان بعض المعاني عند الناس المعاني التي يجندون لها حيواتهم ويضحون من أجلها بكل شيء كلمة الحق مثلا الحق معنا لا شكل له ولا صورة ولا هيئة ومع ذلك نجد للحق كمعنا أنصار المادة كلها عقولا وطاقات في خدمة ذلك الحق والحق معنا من المعاني فإذا كان بعض المعاني التي لا صورة لها ولا شكل لها تحكم قوى الناس وتحكم كل تصرفاتهم فكيف بمن خلق ذلك الحق الذي خلق ذلك الحق أولى بأن يعجز الإنسان عن تصوره العدالة مثلا معنا من المعاني الفكر يجهد نفسه لطبقها والطاقة تجند نفسها لتحميها فما هي هذه العدالة إنها معنا لا يتصور له شكل ولا يتصور له لون ولا تتصور له هيئة فإذا كان ذلك من الأشياء المخلوقة لخالق أفيكون الخالق يقدر عليه العقل مع أن مخلوقا من مخلوقاته لم يقدر عليه العقل حين ننظر نظرة أخرى نقول أنت أيها الإنسان الدليل لم يتركه الله في الكون حولك فقط وإنما جعل الله الدليل في ذاتك حتى لا يكلفك رحلة طويلة من ذاتك إلى الكون حولك فنقول له إنك حين تموت تقول خرجت روح إذن فالروح كانت تدير جسمك أي تدير حركة هذه الآلة فحين خرجت الروح صارت الآلة رمة حين صارت رمة لم يعد لها حركة ولا حياة نقول له الروح التي كانت تدير هذا الجسم وتعطيه هذه الحياة أرأيتها بعينك يقول لا لا أشممتها بأنفك لا أسمعتها بأذنك يقول لا أزقتها بلسانك يقول له ألمستها بيدك لا إذن هي لم تدخل في نطاق حسك ومع ذلك كانت تدير جسمك شيء في ذاتك ومع ذلك لم تستطع أن تدركه ولا أن تتصوره فكيف يتخطى عقلك ليريد تصور من خلق شيئا لم تستطع تصوره إذن فالتصور كله عن الله لا بد أن يوجد عن الله نفسه يقول صفات كيت وكيت 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 على العين والرأس وبعد ذلك إذا وصف نفسه بشيء يوجد في كونه نعطيه فيه ما يناسب ذاته الله موجود وأنت موجود أوجودك من عين وجود الله لا الله غني وأنت قد تصف بالغنى أغناك من غنى الله الله حي وأنت الآن حي أحياتك من حياة الله إذن فإذا قيل الله له يد لماذا تريد أن تجعل يد الله هذه كيدك له يد تناسبه هي مظهر القدرة والحركة فيه ولم يكلفك الله متاهة أن تعرف إيد دي شكله لأنه لو أراد ذلك لبينها لنا وأيضا فإنك إذا ما نظرت إلى أن الألفاظ وضعت لتؤدي المعاني المعروفة فمعنى ذلك أن الشيء الذي لا يوجد له نظير في حياتك لا يوجد له لفظ في لغتك لا يوجد له لفظ فإن أحب الحق أن يبين لي قدرته وتمكنه من كونه فيقول يد الله فوق أيديهم فالأخذ من اليد القوة والسيطرة ومعد ذلك نثبت له يدا تناسب ذاته في إطار قوله ليس كمثله شيء ما دمت قد أثبت له حياة وهي منافية لحياتي كذلك حين يقول استوى على العرش استوى على العرش صاعد أو جلس أو أنت لك جلوس وهو له جلوس لماذا تريد أن تجعل جلوسه من نوع جلوسك أو وجوده من نوع وجودك نقول له لا إذن فيكفي أن تفهم من استوى على العرش الاستيلاء والغلبة لأن العرش في عرف البشر هو مظهرية التمكين من الملك قالوا جلس فلان على العرش عن استتب له الأمر ولم يعد هناك له مخالف فلتأخذ ذلك المعنى وتقول إن لله عرشا يناسب ذاته وجلوسا يناسب ذاته وصعودا يناسب ذاته إذا جئنا لبدوي يعيش في الخيام وبعد ذلك قلنا له إن فلان له بيت عجيب في مكان كذا فكيف يتصور ذلك البيت يتصوره على مستوى لم يره أم سيأتي إلى متصورات كان يعرفها ويقول بيته زيه فإذا ما ذهب للواقع وجد بيتا آخر من لوعا آخر لم يدخل تحت تصوره ليه؟ لأن مثل هذه المرائمة كانت تتصور وهو لم يرها فإذا كان ذلك في معلومات البشر وفي مصنوعات البشر فإذا ما وصف الحق نفسه بشيء بعضه في كونه فيجب أن أنسبه لله كما نسبه الله لنفسه فلا أعطل وبعد ذلك أقول ولكن له يدا تناسبه ووجها يناسبه لأن كل صفاته ليست كصفاته فكل ما وصف به نفسه في إطار ليس كمثله شيء بعد ذلك قد يظن ظانه أن العجز عن إدراك التصور الإلهي سبت للعقل نقول له هو كمال للعقل لماذا؟ إذا جئت لولد في الإعدادية وجئت له بتمرين هندسي من كلية الهندسة وقلت له الذي شرع لي حل أم الذي امتنع عن الحل الذي امتنع عن الحل لأنه ما دام عرف أن ذلك التمرين ليس في مكنة عقله الآن والمواد التي أخذها لا يمكن أن توجد مفتاحا لذلك التمرين يبقى فهم التمرين إنما اللي أعد يلخبط ظنه في قيب يبقى مش فاهم يبقى إذن أدي معنا العجز عن الإدراك إدراك ما دمت عجزت عن أن تدرك تبقى أدركت فما دمت قد أدركت أن ذات الحق وكل التصورات عنه لا يمكن أن تعرف إلا منه وحده هو الذي يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وبعد ذلك لا تستعجب ذلك لأن بعض عناصرك وهي الروح لا تعرف تصورها وهي موجودة فيك ولذلك يقول الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وبعد ذلك نقرأ قول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وبعد ذلك إذا خرجت الروح من الجسد ماذا يكون رمة فكأن قيومية الحق إن تخلت عن هذا الوجود يكون عادما فإذا قلنا لك إن الإله الغيب اللي ما تعرفش صرطه والتي قدر تتصوره هو الذي يدير الكون فصدق لأن الروح وهي فيك لم تستطع إدراكها ومعرفتها ومع ذلك تدير آلتك وهي سبب حياتك نطيف سؤال آخر بس رجاء أن يكون في موضوع العقيدة فضل أعزائي المشاهدين نشكر فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي بعد أن حلق بنا في جولة فكرية عقلية في موضوع العقيدة أفاض فيها بما فتح الله به عليه وقد وفقه الله إلى سياق الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى فشكرا لفضيلة شيخنا محمد متولي شعراوي وإلى لقاء آخر إن شاء الله وسلام عليكم من الله ورحمة